وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أشار سعادة الدكتور خالد أحمد لمطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أشار إلى أبرز الإنجازات التي حققها قطاع العمليات والحوكمة بالهيئة خلال العام 2022 الماضي ونود بداية التأكيد بأن المنجزات المشرفة التي تحققت على صعيد القطاع تأتي بفضل الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة والتي تحظى بها الهيئة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات كما نود التأكيد على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في المجال التقني والتي كان لها الأثر الكبير في دعم جهود الهيئة لتنفيذ العديد من المشاريع التقنية ويسننا أن نذكر بشكل موجز أبرز هذه الإنجازات فعلى صعيد زيادة كفاءة الإجراءات وحوكمت تقنية المعلومات والاتصالات تمكننا ولله الحمد من مراجعة نحو 3700 طلب شراء حكومي بقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليون دينار بمعدل إنجاز ثلاثة أيام ونصف تقريبا لكل طلب كما ساهمنا في خفض تكلفة مشاريع تقنية المعلومات بالنسبة تجاوزت 24% ترجمة نانسي قنقر